السلام عليكم حبيباتي سلام يا البنات يا الزينات يا الغاليات مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي ان شاء الله يلقاكم بخير وللقاكم هنين ويلقاكم بصحة جيدة اليوم ان شاء الله رح نشارك معكم العديد من الأفكار وصفات رمضانية حلوة بزف بني نبقى في المتابعة ما تنسوناش بجام خياتي للتشجيع ما تنسوش أهم حاجة اللي هي الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام كما وعدتكم في الفيديو اللي فات اني شارك معاكم لغوبيني جديد اللي شريته من عند المحل سيراملاند اللي جاي في الصفصافة اللي كنت شاركتكم الجولة فيه وفرحت بزف اللي عجبتكم كانت جولة مختلفة من نوع آخر فرحت اللي عجبتكم خديته بزف تعل الأفكار وكامل هنا بعد ما بلاساه البرون بيعفن ويعني خلاص حط هدك لغوبيني كان لازم عليها نتوايه شوية الحالة نحيت كل حاجة سيقت كامل صالدوبانج ووسع للحوض استعملت هادا ستيك يعني لي ما نيش نستغنى عليه جل نتوايون هادا المجد مركز كيما هاد الباطا تعكيلو شوفو ما يش حبة كاملت خلاص قد ما نستعملو نستعملو في السياق هاكده في الكوزينة وفي الحمام وهاكدك يعني الله يبارك ما شاء الله يعني نستعمل غير شوية منه يعطيني رغوة بزف هايلا وريحته ريحة سنوبر ريحته ما شاء الله ويقضي على الاوساخة على السبك مثلا في الكوزينة ستقولي بعد ما تجربوه ما كوش راحين كامل تستغنىو عليه لانه اقتصادي وثاني اقتصادي حتى في سعر ادياله ويشد معانا مدة طويلة بعد ما كملت كامل هنايا قدرت رغي والو نقيت كامل صالدوبا نشفت كامل هاديك ونشفت اللغوبيني هاوليك هنايا دونك ان شاء الله هالذوق ديالي يكون نعجبكم هادا نظن نراه من مصدر اسباني ولا غير الله ما اخيراني نسيتها ووالا بدلت مام هاديك المجيريه تاع لافابو لانه احتى هي كشغل كانت قدامت جبتها كاغي يعني الحساب الموديل تاع لغوبيني لانه كما كتوفه الديزاين دياله جاي في الكاغي يعني فيه جيهة تاع البارد جيهة تاع المسخون ينقص يزيد وهديك المجيريه اعزكم الله تاني اللي حبينا نحجروا المافلافابو ديالنا راي تحجروننا كشتوها يعني تطلع وتهبط اطرقها البنات نروحوا لعالم الجمال نروحوا لعالم الصحة نروحوا لعالم التخصيص شكون فينا ما يحبش يتمتع بجسم يكون انيق جسم يكون مثالي كامل نحبو نديرو الرجيم ولكن الرجيم صعيب ودفاء يعني نطيحو في ثبات الوزن وانا هذا هو الشي الاسرائي يعني نقصت الحلويات العصائر نقصت الخبز شينت شوية طحت فيها دكتابات الوزن باش نزيد نشيان اكتر يعني حوس منا ومنا دخلت واحد الموقع لقيت واحد تشكيلة هاي لا عجبتني بزا بزا وبحثت عليها ويعني حوس على كامل المعلومات صراحة انا عجبتني لذلك حبيت نشاركها معكم اللي بنات وانتم طبعا بدوركم تقدروا يعني اي منتوج راح هنتكلم لكم عليه تقدروا تدخلوا لجوجل ولا تروحوا لليوتيوب يعني وتشوفوا بنفسكم يعني تطلعوا لكامل المعلومات تحدي بخدوي ولا هذي المكملات الغذائية الطبيعية لاني رايحة نتكلم لكم عليها هذه البنات المجموعة راهي مختارة بعناية وبدقة من عند مختصين داروها هكذا مجموعة كاملة ومتكاملة باش تخلينا نشيانه في وقت تقصير في خلال ثلث اسابيع نقدروا نشيانه من 4 كيلو حتى العشرة الى 12 كيلو وهذا طبعا بشهادة يعني هنا هناك تشوفوا لو يجوزوا هنا أمامكم شهادة العديد منها الناس اللي جربوها وكانت يعني نتيجة بزاف هايلا نروحوا لبنات نشوفوا التشكيلة اللي تكون منها عدنا المكمل الغذائي الأول الطبيعي هاوليك هذا هنا يعني عبارة على كوبفة هذا يعني قاطع للشاهية المكون الأساسي دياله هو لوبان الخرب هذا يخلينا نحسه بالشابع لا يقطعنا لابيتين نحتاجو في الحمية ديالنا ولفي هذا النظام الغذائي نحن تبعوه لمدة 3 أسابيع نحتاجو زوج ببيض كل علبة اللي بنات فيها 30 حبة هذا اللي بنات ناخدو زوج حبات قبل الفطور وزوج حبات قبل لعشة معاكس كبير تعلمة بربع ساعة قبل الماكلة غير يعني نتناولوه كي تجي وقت الماكلة بعد ربع ساعة يعني راح نحسو بالشابع ما نقدروش نزيدو ناكله كتر وهكذا بهالطريقة نحن نشيانو كي ما قلت لكم لبنات الباطا فيها 30 حبة دونك الأسبوع اللي ولاني لمدة 7 ياما نحن ناخدو 28 حبة راح يبقاونا زوج حبات كي يبقاونا زوج حبات نحن ندخلو في الأسبوع الثاني والثالث هنا نقصو لادوز ونولو ناخدو حبة واحدة برك يعني أوليو زوج حبات ان شاء الله هراهو كلش راهو باين نروحو للمكون وللمكمل الغدائي الثاني ليكمل الدور تاهاد المكمل الغدائي اللي هو المكون الأساسي تاعه هو الكركم والكركم يعني معروف انه مضاد للالتهاب يستعمله بزاف ناس بكري خاصا الطب الصيني الطب الهندي هاوليك هناك ودايو غاكوا تشوفو في اللون تاعه اللون تاع الكركم هذا كي ما قلتكم يكمل الدور تاع هذا تاع الكوبفة هذا ناخده حبة في وسط الماكلة في الفطور وحبة في وسط الماكلة على اللعشة نروحو تاني للمكمل الغدائي الثالث اللي هو سبيرولينا والمورينغا اللي راهم ديرين ضجة كبيرة حاليا هاد الأعشاب هادي اللي راهي من المصدر طبيعي اللي عندها فوائد كبيرة على الجسم دينا يعني تقوي المناعات خلينا نحسوا بالناشاط راهي تعتبر كمصدر للطاقة كي ما قلت لكم تقدروا تتعرفوا على فوائد سبيرولينا والمورينغا في اليوتيوب يمكن نحن خليلكم روابط أيضا تعفيديوهات باش تعرفوا أكثر على الفوائد ديالهم هادو ما بما أنهم يعتبروا كمصدر للطاقة كي الإنسان دي فاي بداي يشيانو كامل يحس شوية بالتعب هادو ما يخلونا دايما ناشطين هادو ما نتناولو حبة صباح مع كاس كبير تعلمة مقبل ما نديرو أي جهد بداني دونك مليح ناخدو حبة ونديرو لامخش مع الصباح لي ما تقدرش تدير لامخش مقبل ما تبدي شغلك يعني مقبل ما تبدي تتحركي وديري جهد بداني تاخذي حبة من بالنسبة لنساء العاملات وكامل تقول لك ما عنديش الوقت باش ندير لامخش ولا خودي حبة مع الصباح ونبعد تروحي تسهلي لخدمة ديالك دونك الجهد البداني راح يكون عدنا الحاجة الرابعة اللي هي اللتيزان هادي اللي مخدومة بالقهوة الخضراء اللي هي ديرها ضجة كبيرة كبيرة في عالم التخصيص وعندها مفعول سحري وقاوي في القضاء على الدهن متراكمة في الجسم بطريقة طبيعية حارق للدهن طبيعي قوي رهي غنية بمضادات الأكسادة وتعمل على إزالة السموم في الجسم هادي تاني البنات يعني ما تخليناش نحسوا بالتعب وتحفز الناشاط الفكري هادي لاتيزان البنات نتناولوها نص ساعة مر الماكلة ع الفطور ونص ساعة مر العشة كيفاش نتناولوها ناخدو كاس قهوة حليب اللي نشربو به قهوة حليب نعمروه باللماء نحطوه في كاس رونان نخلي وهي يغلي كي يغلي هاداك الماء ناخدو مغرفة صغيرة تكون معمرة مليح من هادي لاتيزان ونضيروها تغلي نقصو عليها للنار بعد ما تغلي لحوالي عشر دقايق على نار قليلة نصفوها وحتشوفو الكمية راهي نقصت بعد ما كان عدنا الماء كاس راح تولينا نص كاس ولا تقريبا هاديك قسفنجال تعلاتي يعني نتناولوها كيمو قلت لكم راهي تعتبر مصدر هاي طبيعي حارق لدهن وفي نفس الوقت راهي غانية بفيتامين سي اللي راهي من مصدر طبيعي مصدر نباتي عدنا اللوجل هادا جال امن سي سان جال للتخصيص اللي راهو تاني عندو مفعول سحري دفوا نديرو حميان تبعو ريجيمو كامل وسيفغي نشيانو ولكن يبقى ونا بعض الاماكن من قدوش نشيانو مثلا البطن دينا يبقى باين الكرش صعيب تاني باش تشيان هذا اللوجل يعاوننا باش نشيانو في الاماكن اللي تتمركز فيها بزاف الدهن هادا البنات تاني نبلي كيوه دفوا باقجوغ عدنا نديروه مره صباح مره لعشية نديرو شوية منو في الاماكن اللي فيها بزاف الدهن ويعني نديرو بيه مصاج نمشيوه كامل على هاديك المنطقة والبنات ريحتو بزاف شابة وفي نفس الوقت هادا ما يحتاجش يعني للتشلال هادا كي موقت لكم البنات نستعمله زوج مرات في اليوم مره صباح او مره في لعشية دونك اذا كنتي حبة تشياني ولا راكي في مشكلة تعثبات الوزن ولا كين البنات را مرايحين عرايس وحبين يشيانو بطريقة طبيعية في وقت قصير هادا المجموعة البنات را هي رايحة تعاونكم بزاف بزاف راني خليت لكم البنات رقم الهاتف راوي جوز هنا امامكم راح يجيبوها لكم حتى باب الدار والدفع راح يكون عندها الاستيلان مع هادا المجموعة كامل اللي بنات راح يبعتونا معها شوفوا بعتولي معها زوج يعني تعال النظام الغذائي تعال حمية هامليك هنايا مثلا هنايا وش نقدروا ان تناولوا في اليوم كامل هنايا عدنا مثال تاني ويعني استقوني هادا الريجيم اللي يمدوه اللي هنايا يعني ريجيم هايل وما فيش بزاف لو حمولة عندكم مثلا هنايا شوفوا في الصباح نقدروا ناخدوا كاس حليب مع ثلاثة حبة تعتمر على وجبة الغذاء عدنا شلاضة مع حبة بيض ووحدة وتفاحة في العشية تاني كوب حليب وثلاثة حبة تعتمر وفي العشية عدنا شوية خوضر تكون مطبوخة علب وخرم الأحسن مع قطعة صغيرة الحم ولا الدجج مع قطعة صغيرة بركة الخبز بعد ما كان تسعمية وخمسين الف دوكرة بسبعمية وتسعين الف وكي تدو زوج التوصيل راح يكون مجاني حبيت نقول لكم برك انو يعني بعد ما تكملوا اللي غيجيم ديالكم بعد تلت اسابيع راكوا راحين تبقاوا يعني تشيانو لتبقاوا في هاداك الوزن اللي راكوا حبينو لانو الجسم ديالنا راح يكون خلاص تعود على هاداك النمط الغذائي ودوكا اللي بنات راني راح نشارك معاكم موصفة بتاع الشربة سواء انفريك ولا فيغميسل اكسب خاس خاصة للنساء العاملات وكتوفوا يعني حجي خطرة ما شاء الله في الاشواغ ديالي حطيت حبة بصل حبة طوماطيش حبة زرودية حبة قرعة شوية حشيش شوية كرافس ومكسيتهم كامل مع ضربة ولا على ضربة حتى تحصلت على هادا الخالط هادا جبت هنا يا القديرة ديالي نديروا فيها شوية زيت وشوية سمن سمن نحيا طينا بنا بزاف هايلا وكي تسخون الزيت نرمي وشا عدنا سواء انجاج ولا الحم يعني نقدوح تنديروها غير برك بالاجنيحة تعالجاج سيقول لك اندرتوها فيغ ميسا لديروها بالجاج رح تجيب الزافة بنينا قليت هادا شوية تعالجاج ومبعدها ارميت هادا الخالط اللي ميكسينا كامل مع بعض كيمارا كنت شوفوا معايا هاوليك القوام ديالو رح نخلي وهنا يتقلة على نار قليلة نزيدو التوابل عدنا الملح عدنا فلفل لكحل عدنا العكري اللي حلو مغير فا تكون لابس بيها وعندي هنا شوية تعرس الحانوت وهاني رايح ندير هنا شوية من هاداك التابل اللي حضرناه مع بعض نزيدو مغرفة صغيرة تكون مع مرات طماطيش تعل بباطا ولا يعني ديرو اللي حسب ما تحبون تومال حمورية تعشربة ديالكم وفالا نغطي عليها ونخليها تتقلة على نار قليلة قليلة حتى يعني كامل هاداك المكونات كشغل يبدأ يدخل لها الطيب من جهة واحدة اخرى هاداك الوقت هاني رايح ندوزن البورك هنايا منساوش نطلو على طنيجرة ديالنا نحركوها مرة اعلى مرة وفالا هناي تقلتلي تخيط خيبية نمرقو مباشرة بالمسخون لانو كي مشتو الخضرة تعنا راهي مرحية الجاج تمتم يعني يطيب منمرقوش بالمبارد باش منستوبيوش لكويسان تع الخضر والداجاج نديرو يعني الكمية تع الماء اللازيمة ونخليوها الطيب هاداك شريبة ديالنا في خاطرها ارجعتلي هنا يلفيتو هاداك زيتلو مغرفة صغيرة متكونش معمرة بزاف تع سمن حطي تحبها بصل رحيتها في الاشوار ولكن كي ما كتوفوا معايا متكونش مرحية مليح لانو هادي رح تكون يونفخص تع البوراك يونفخص يعني سهلة وسريعة في نفس الوقت حبيت نشارك معكم التدبيرة اللي رح يديرها حالة قال لك تدبيرة اللي تخلي البوراك يقعد مقرمش يعني اكتر من 24 ساعة رح تشوفوها معايا وحنا اعطيكم رأيي فيها بكل صراحة وبعد ما تقل له هاداك البصل والدبال زيت علي هنا شوية تع الحم مرحي ولا جج مرحي ولا داند مرحي المهم اللي يكون عندكم بالنسبة للتوابل درت ملح فلفل لكحل وشوية تع زنجبيل تقدوا تزيدوا شوية راس الحانو التاني ونقلوهم كامل هاكدا مع بعض حتى يعني يدخلهم الطياب يعني ما كاش حاج اللي راي رايحة طول تم تم رح توجد هاد لافخص هادي هنا غطيت عليها وخليتها الطيب في خاطرها وبعد هنا خلاص هاي اللي كراهي وجدت تحبوا تكسروا لها البيض لكم الاختيار وهاد لافخص تزيدوا لها تاني السلق لكم الاختيار بطاطا تعبزوها معاها تاني تجيب الزف وفي نفس الوقت هنايا طلت على الشريبة هادك شوفوا كيفاش المريقة راي تبان خاطره هنايا خلاص كلش راهو طايب اه مقبل يعني ما نطفيو عليها بحوالي خمس دقائق الاخيرة نرميو لها شوية تع فيغميسل بما انو راي خاطره رميت لها غير شوية برك تع فيغميسل وزيت لها راس تع الحار ونزيد لها شوية تع راس الحانوت ونخليها تكتك حوالي خمس دقائق ونزيد لها رشة تع نعناع عليها بس انا نحب رح تنعناع في الشربة وهدي هي ونزيد لها ونطفي عليها وتكون راهي واجدة وغير نطفيو عليها نرميو لها شوية تع الحشيش مقطفة الفيديو اللي فات كيدرنا هادا كتاب المعابات كون درت له حشيش مقطفة بزاف اخوات ما عرفوش مشن هو الحشيش المقطفة الحشيش هو القصبر اللي خضر هادك القصبر الطازج الحميسة تعي تاني ما قلت لكم شرميتها في الاخر لانه كانت طيبة البورك فالراني فارسيتودو كهدية تدبيرا لنا رايح نشاركها معاكم هنا ينخدو شوية زيت نحطو عليها حوالي زجم غارف تعناشا ولا مايزينة ونخلطوهم هاكدا مليح مليح تي ندمجو مع بعضهم البعض ومبعد بواسطة بنسورا رايحين ندهنو حبات البورك ديانا كامل بهذا الخليط هذا يعني راهم يقولوا باللي يخلي البورك يبقى مقرمش يعني لأكثر من يعني 24 ساعة على بلكم البورك دايما يعني يشدلنا الوقت لانه دايما نخليوه حتى للاخر باش يبقى لنا سخون وباش يبقى محافظة على هاديك القرمشة دونك قد من وجدو الماكلة على بكريميت بقى لنا هاديك دقيقة لخرى تعل حصلة تعلبورك فالا هنايا بعد ما دهنتو بهذاك الخالط قليتو في المقلة الشي اللي لحتو اني كدرت هاد الخلطة هادي انو البورك مشرب ليش كمية كبيرة تعزيت اكوش توف المقلة ما درتش بزاف وتقلا يعني الله يبارك ما شاء الله اخذت حميرة هايلة وسيفغي يعني هاكدا سخون عندو واحد القرمشة هايلة ما شاء الله وطبعا انا بش يعني نتأكد انو صح يبقى مقرمش حتى الغدوة من داك كنت خليت حبا هاكدك حرتها في بابي وخليتها حتى الغدوة من داك باش نشوف اذا كان صح البورك يبقى محافظة على القرمشة ديالو بهذا التدبير هادي وضوك اهنا سمعكم القرمشة ديالو هاكدا على المباشر يعني فعلا عندو قرمشة هايلة ويجي مقرمش شوية زيادة اعلى بلا ما ندرو هاداك الخالط يعني ما مكي تاكلوه ما يجيش في هاداك لوقوت المايزينا ولا الناشا تحسوا بورك عادي وهاد طريقة يدروها تاني خاصة في العراس كي يقليو كمية كبيرة تعبورك هاكدا حيبقى لهم مو قرمش ما مشربة البنات جات بزاف بنينا جات تشهي جربوها ما كوش راحين تندمو بهاد الطريقة وبالنسبة للبورك كي خليتو الغدوة من دك يعني نقصتو شوية القرمشة مي كومي بقات فيه شوية ذوك تدبيرها هاديك راهي هايلة وناجحة نصحكم توما تاني تجربوها بالنسبة لبنات المرميطات اللي استعملتهم هامليك هنايا اليوم جبتلكم واحد الباك بواحد العرض حصري جدا بواحد السعر ما شاء الله ما تلقاوا في حتى ما كان هادلي مرميط جبتهم مننا لاباج المتألقة لفير ميناج لي جيبنا تاني دائما احسن العرض خاصا بمناسبة شهر رمضان الكريم هادلي باك راهو فيه دوزو بيس كي ما كتوفو يعني لي تكسبو ان شاء الله راك راي حتى هني كامل من المشكلة تاع المرميطات والكسرونات لانو هادلا سيغي ولا هادلا باتخي دو كويزين فيها كامل واش نحتاجو من المرميطة الكبيرة حتى الكسرونة حتى حتى للفيتو وحتى المرميطة الصغيرة راهم تاع الاينوكس نوعية جيدة يعني الاينوكس ديالهم بين بلي بخومي شوى ستقوني عندو واحد لا بغي يونس تقولو مرايا يعني وجهكم تشوفوه فيه وفالا وكل مرميطة والكسرونة عندها الغيطة ديالها كي ما كتوفو كامل كامل من الاينوكس عدنا البنات هاد المرميطة اللولا الكبيرة اللي دت فيها الشربة يعني حجم كبير حجم عائلي ما شاء الله ومبعد عدنا مرميطة المتوسطة المرميطة لي تحتها والمرميطة الرابعة دو كعدنا ربعة مرميطة كي ما كتوفو معايا هادي تحت هادي وتجي فيها تاني كاسرونة حتى هي بلغطة ديالها والفيتو هادك تاني لي ما شاء الله هادك هو لي حضرت فيه لفخص تعلبورك وهادك هو لي قليت فيه البورك هكو تشوفوا الديزاين تحهم بزاف شباب فليب وانيتا وحهم عندهم هادك القطعة تعلسي للي يعني كيشدوهم منحسوش بالسخونة ديالهم هامليك ميغريفين من مادة الينوكس ويعني شوفوا الجودة ديالهم ما شاء الله حاجة كاميكاس حاجة سوليد والاهم من ذلك انه سعر ديالهم راهو ما شاء الله وبالنسبة للسعر راه دهر في الشاشة داروا لبنات زوج ملايين وثلتمية وثمانين الف وتوصل راهو متوفر لكامل ولايات الوطن يعني خليت لكم لبنات ارقام لها تفرامي جوزو امامكم راح نخلي لكم لوليان تعلى باج فيسبوك لعفير ميناج باش تشوفوا كامل واش عندهم حتلقوا لوليان في صندوق الوصف ينسيغي بزاف شباب الاينوكس كما نقول لكم دايما حاجة لمدحول مدزول حاجة كاميكاس حاجة صليد حاجة تاني صحية حاجة تعدوام سهلة في التنظيف ديالها ما تراكمش بزاف الاوسح كما كتشوفوا يمكن تباني لكم بزاف يعني حاجة تقولوا نحصوا كيفاش نخبيوهم ما مش راحين يدولكم كامل ما كان في الكوزينة يعني من كل قلبي هاد لاسيغي نتمنى ها تكون في كل مطبخ تع كل واحدة فيكم حبيباتي من الوصفات الماليحة نروح الوصفات الحلوة يا الحلواتي يا الزينات راح نشارك معكم اليوم هاد الحلوة تغطلات جين واس فارسي بالشوكولة من اروع ما يكن نبدأ ولبنات على بركات الله في الغيسي بيون ديالي حطيت 125 جرام تكون طريا بدرجة حرارة الغرفة زيت عليها رشة تعمل شوية تعمل ونزيدو ثلاثة مغارف كبار تع سكر ناعم لي نغرب له نزيدو حبة بيض تكون في درجة حرارة الغرفة وانا راحين نزيدو زوج مغارف كبار تع الزيت راح تعطينا قرماشة هايلا لهاد لي فون ديو تاقت دياولنا اهنا نخلطو كامل هاد المكونات مع بعض انا في الاول استعملت اليد وانا بعد قلت انا عندي باتوغ على ما نخلطش بالباتوغ راح يكون احسن دونك نخلطو باليد ولا بلو باتوغ جيدا حتى تندمج كامل المكونات ونزيدو هنا يا دوكا عدنا مغارفة كبيرة تع مايزينة ولا ناشا نكملو نخلطو هم هاكدايا وانا بعدها نكملو نطمو هاد الخالط ديالنا بالفارينة حتى نتحصلو على عجينة كيما العجينة تعصابلي ما تكونش يبسة بزاف وما تكونش طريا بزاف دونك عجينة كيما اشتو البنات ساهلة في التحذير ديالها هاي اليك هنا يا دوكا نحطها في فيلم اليمنتر ونخليها ترتح ونروحو نوجدو مع بعض الفارس تاع هاد اللي تغتولات ديالنا هاد اللي تغتولات راح يكونو محشيين بانجين واز بذوق الشوكولات تعطيهم بالنعلة بنا واللي يكلهم ما يعرفش كامل واش فيهم هنا يا في الغيسي بيون نحطو حبة بيتكن في درجة حرارة الغرفة نديرو رشات عملح ونزيدو حوالي ثلاثة ملاعق كبيرة تاع السكر حبيبات السكر العادي نضربوهم هاكدا بالباتور حتى نتحصلو على هاد القاوام الرغاوي نشوفو الخالط ديالنا اصبح اللون ديالو ابيض ويضاعف الحجم ديالو نزيدو عليهم هنا يا حوالي ثاني ثلاثة مغارف كبار تاع الزيت نزيدوها هاكدا تدريجيا ورانا نخلطو في نفس الوقت بالباتور ومبعد هنا يا نزيدو مغرفة كبيرة تكون معمرة ملاحة تعلو كاكاو نحاولو دايما نختارو نوعية جيدة تعلو كاكاو باش الحلوة تعلو تجيبنينا نزيدو مغرفة صغيرة تاع خاميرة الحلويات ما تكونش معمرة بزاف ونزيدو عدنا هنا يا نص كاس تاع فارينة نزيدوها شوية بشوية ونشوفو لانو حجم البيض يلعب الدور في تحديد الكميات تاع الفارينة هاداك نص كاس ما زيدوش البنات على ضربة نروحو شوية بشوية ورانا نخلطو حتى نتحصلو على القوام تاع الكيك تاع موسكوتو ما ننسوش كي نكونو نخلطو نهبطو الجوانب هاكدا باش كل المكونات تندمج مع بعضها البعض كي ما اشتو البنات انا هاداك نص كاس ما درتوش عفوان كامل بقالي منو حوالي مغرفة كبيرة هاوليك المهم البنات شوفو القوام اللي نتحصلو عليه ما يكونش سائل بزاف وما يكونش جاري بزاف غلفتو هاكدا وخليتو تكوتي الوقت اللي نروح نشكل هادوك شوية صغر يعني حلوة توانم في الاعياد وحلوة بزاف برينا سواء نقدر نقدموها مع قهوة حليب ولا حتى نقدموها مع العصائر اا نخدو شوية عجينة نقدر نرشو شوية بركفارينا في ليمول ديانا على كل حلرة هم ما يلسقوش نمشيوها كامل نحاولو نخليوها ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش خشينة بزاف نتضغطو مليح على الجوانب هاكدا باش العجينة تاخد لا فاوم تعلمو ديانا نحول عجينة الزائدة ونتحصلو على هاد الشكل هادا بهاد الطريقة انا نكمل كامل الكمية اللي عندي ومبعدها نشوفو كيفاش رانا حين نكملو الحلوة ديانا بعد ما كملت شكلتهم كامل دو كنجيبو الخالد تع الكيك ديانا من الاحسن نديرو هاكدا في اونبوش ولا في كيس بلاستيكي هاكدا باش يسهل علينا نعمروهم ويبقونا ننقيين وماناش راحين مرمدو كامل الحالة هاكدا سيبلو بخاتيك دايما نتعلمو نديرو خدمة نقية خدمة نضيفة مام الفتحة نديروها شوية صغيرة برك هاكدا باش ما يغلبناش هاداك الخالد ونعمروهم لبنات من حوالي تلت اربع تاع هادوك الاكواب لانو ران فيهم الخاميره اكيد الحجم رايح يتضاعف يعني لما يدخلو للفرن بالنسبة اللي بنات للكمية اللي اعطتها لي بمية وخمسة وعشرين جرام تاع لا معقارين تحصلت على سبعتاش نحبة حلوة يعني كمية اللي بس بيها بغير نصباتها تاع لا معقارين بعد ما كملت عمرتهم حطيتهم في سنيوة وندخلوهم للفرن على درجة حرارة مية وسبعين درجة مئاوية حتى يعني نشوفوهم طابو واخدو هاداك اللون الدهابي ودوكان روحو نوجدو القلاساج تاع الحلوة دينا نحتاجو حوالي مية وعشرين جرام من شوكولات تاع القلاساج انا اخذت اوبتلا بدوق تاع الحالي نوك ناخدو الباطن نقسموها في النص ندوبو نص واحد برك قبل ما ندوبوها نقسموها هاكدا كامل بالموس قطع تكون صغيرة باش هاكدا الدوبنا في وقت قصير ونحطوها الدوب على حمام مائي نحاولو هاداك الوعاء اللي فيه الشوكولات ميقسنش هاداك الماتع الكاسرونة هاكدا باش ما تتحرقش معانا بعد ما دابت الشوكولات زيت لها مغرفة كبيرة تعزي تحتاطي لها اللمعة وتمدلها تاني طراوة هايليك الحلوة بعد ما طابت هايليك هنايا نخرجوها من الفرن وباش نتأكدو باللي راهي طابت خاصل هديك العجينواز اللي راهي لداخل نبكيوها بان كوردون لازم يخرج ناشف على كل حال ما اطولكم مش حوالي هاكدا كخمسة وعشرين الى ثلاثين دقيقة وشوفوا كيفاش طيب ما شاء الله وشوفوا هديك العجينة كيفاش خدت هاداك اللون الدهابي وبقات محافظة على الشكل اللي ديالها شكلها بزاف شباب ودوكان روحو نكملو التزين مع بعض اهنايا نجيبو موس ونديرو حفرة في الواسط هاكدا ونحافظو على هادا كلوشا بولي انو نحتاجوه نضغطو شوية هاكدا بصبعنا باش نديرو فراغا لداخل ونجيبو شوكولا الطلي باش نحشو بها هاد لتغتولات احناخدو حوالي مغرفة كبيرة تكون مع مرامليح راهي رايحة تكفينا باش نحشو كامل هاد الكمية اللي رايحة عدنا اللي كيما قلت لكم رايحة تخرج لكم حوالي 17 انحبه دائما نديروها في اون بوش جو تاب الملء احسن وفالا نعمرو هادوك الفراغات ونغطيو شوكولا بهاديك القبعة ولي هادا كلوشابو لنحينا نكمل انا هاكدا بنفس الطريقة حتى نكمل كامل نعمرهم وبعدها نروحو نقلاسيوهم بعد ما نكونوا كامل شكلناهم ناخدوهم هاكدا ونغطوهم داخل هادك الشوكولا نرفضوهم نقطرو الشوكولا الزايدة هادك ونخلوهم ينشفو يعني عملية بزاف سهلة ويجي الشكل ديلهم الشباب والبنة ما نحكي لكمش ما مليا كلهم ما يعرفش كامل ويش كاين الداخل دونك معا لي فارسيناهم بالشوكولا وبتيلة وهادي كلاجين وازل داخل لح تكون عندها قوام هايل يعني صدقوني رح يجوا بزاف بنان لازم تجربوهم ولازم تحتفظوا بهاد الوصفة للعيد ان شاء الله باش تديروها رح تحمر لكم وجهكم تقدو تقدموها مع العصائر كما قدكم كما تقدو تقدموها مع قهوة حلب بالنسبة للتزين من الفوق يبقى اختياري تقديري هكذا لنوازات ولا شوكولا بايتين ولا حبة تعلجوز يعني وش يكون متوفر عندكم اوضوكا في الاخر ما في قليب رك نقسمها لكم باش تشوفوا هاد الحلوة كيفاش تجي لداخل كما قلتكم الشكل تحاب بزاف شباب والبنة صدقوني من اروع ما يكون على بالي هاد الوصفة راي رايحها تعجبكم بزاف بزاف وراكوا رايحين تعتمدوها كانت هاد هي يلا فيديو تعالي نهار اليوم ان شاء الله حبيبات قلبي تكونوا استفدتوا معايا وان شاء الله تكون نالت اعجابكم شجعوني بجام حبيبات قلبي شجعوني بكومنتيخ شباب كيمانتوما ما بقى لي برك في الاخر نقولكم تهلو في صحتكم تهلو في روحتيكم وحبكم في الله نلتقي في فيديو اخر دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام عليكم في امان الله